السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس اللي سنتعرف أكثر على المثل مثل ما لاحظنا أو قلنا سابقا إنه هذا الآن هذا هو كلاس منا إلى هنا هاي مثل لاحظ هاي المثل خاصة سيكون نقول هي اسمها ماي تأخذ هذا النوع الأرغمينت هاي المثل هي أول مثل تنطلق بالبرنامج مالتك أو المثل اللي يبحث عنها java أو compiler مع java ويبدأ تشغيل برنامجك من هنا فأي شي بداخلها هو اللي رح يعني أول شي ينطلق أول شي هنا عندك ذني الموديفايرز جنة هذي اسم المثل ذني arguments يعني متخلات للمثل مالتك وهذا يسمو البادي مال المثل لاحظ الآن أنا لو على سبيل المثل الآن لحنشئ مثل جديدة خلا نشئ مثل هنا الآن نسميها أيضا public static void هاي مو سميها هاي موديفايرز void وهنا نسميها مثلا print me لاحظ المثل أيضا ملحظة أنه تبدأ بسمول لتر هذي عاد يعني بالعاد عادة المبرمجين أو شي متفق عليه بين المبرمجين خلو نقول هالشي كم الآن هنا خليت لازم أخلي ذني الأقواس بعد هذا البادي مال للفنكشن الآن بهاي الفنكشن داخل هشنو هساوي هقول system.out .print اللي انت تعرفها الآن هنطبع شي على السيكرين نكتب هنان هاي آم أي مثل على سبيل المثال الآن عندي مثل اثنين مثل وقلنا المانتي ينطلق من هاي المثل فإذا سوي لآن run طبعا يحتاج a save اللاحظ انه ما كو output عندي على الرغم من اني قلت لأطبعها ليش ما كو output لأنه المانتي يدور شنو إعازات من داخل هاي المين مثل ينطلق من عدها ما يشوف شي خارج الآن فإذا أريد هاي الفنكشن الصير فعالة لازم أسوي لها call من نانا لازم نعديها من داخل المين مثل فمثلا هنا لازم أسوي اكتب print me أقواس semicolon بالأخير ما أنسى الآن إذا أسوي run من جديد save لاحظ أنه هاي الفنكشن صارت فعالة ليش لأن نادية هم نانا نزين اللي هنا عنه الدرس أرجو أنه هذا يكون مفيد أعتقد أكثر شي هو مفيد إلى أنه نفتهم Java أو برنامج Java يبدأ يشتور ونشوف كم بدرس قادم مع ساعة